تنطلق فعليات القمة العالمية للمناق كوب 27 غدا في مدينة شرم الشيخ بمشاركة عدد كبير من قادة العالم ورؤساء الحكومات من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والمستشار الألماني أولاف تشولز كما سيحضر المؤتمر أيضا لفيف من الشخصيات الدولية والخبراء لملاقشة القضية المحورية وهي تأثير التغير المناخية على العالم وكيفية التكيف معها وحجد التمويل اللازم للمشروعات الخدراء للحد من مخاطر تأثير المناخ